مفاجئة اعادة مباراة الزمالك والبنك الاهلي شعار بطل القرات الثلاثة على تيشيرت الاهلي بعد موفقة الفيفا خناءة هاني حتحوت ومتحدث الزمالك فسخ تعاقد بن شرقي مهاجم الزمالك يطلب الرحيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بيكم في حلقة جديدة على خناتكم وصفحتكم صاحب الكورة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما تنساش يا صديق العزيز تعمل لايك للفيديو وشيري للفيديو في كل مكان ما تنساش اشترك في خناة اليوتيوب وتفعل الجراش اوصلك كل جديد وتعمل فولو او متابعة او لايك لصفحة الفيسبوك او اكاونة التيك توك مباراة الزمالك والبنك الاهلي واللي هقول له يا جماعة ده كلام مهم جدا بفضل الله الناس اللي متابعاني على صفحة صاحب الكورة اللي هي دي او صفحة عمرو عاطف الصفحة التانية او البديلة كنت عملت فيديو على صفحة عمرو عاطف وقلت من يوم مطش الزمالك والبنك الاهلي لو تفتكر بعد المطش على طول عملت لك فيديو قلت لك ايقاف محمد عادل حكم مباراة الاهلي والزمالك الناس قلت لي عم ايقاف ايه يا عم بقى بس كفايا عنوين بقى وقلتوا يا جماعة انا عندي المعلومة من بعد المطش ما خلص بدقايق واستنوا الايام اللي جاية بازن الله هتشوفوا كلامه يطلع صح ولا غلط تم ايقاف محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الاهلي زي ما قلنا فضل الله وارجعوا للفيديو على قناة عمرو عاطف او صفحة عمرو عاطف براحتكم طبعا ايه بيتحقق معاه وتم التحقيق معاه كمان والرجل قال ان الكلام اللي اتقال ده ما حصلش ومش عارف ايه يفره المحادسة هتقوني ما قلتش كده يعني كلام لسه داير طيب ايه بقى اللي انا معينا بقى الفيه وتقول دينا اه هتزع على قونس بورت بكرة الساعة خمسة لا في بند في الليحة مهم جدا بيقولك ايه البند ده بيقولك ان في حالة ان اتحاد الكورة ولجنة الحكام شافوا ان اقطاء الحكم اللي حكم المباراة اثرت على نتيجة المباراة يتم اعادة المباراة فيه غلطة هنا غلطها نادي البنك الاهلي لو نادي البنك الاهلي كان في خلال 48 ساعة بالزبط قدم احتجاج على نتيجة المباراة وطلب اعادتها بسبب اخطاء الحكم كان بمجرد ما هيتم ايقاف الحكم والتحقيق معاه اوتوماتيك كانت المباراة عادت من غير ما ترجع لأي حد في الدنيا لكن ده خطأ اداري كبير من ادارة البنك الاهلي او ادارة نادي البنك الاهلي عشان كده دلوقت البنك الاهلي ملوش احقية ايه احقية دي؟ احقية ان هو يطالب عادة المباراة ولا كأنه بعد حاجة عادة 48 ساعة لكن اتحاد الكورة ولجنة الحكام زي ما سمعنا تصرحات من كام يوم قوية بتقول ان اخطاء الحكم محمد عادل اثرت على نتيجة المباراة سمعناها بودنة انا بس نفس افتكر كان في برنامج ايه انتو ممكن تفتكروا حد طلع اتكلم حد مسؤول تقريبا في الاتحاد الكورة او في لجنة الحكام انا والله ما فاكر طلع قال ان اخطاء الحكم اثرت على نتيجة المباراة يعني مش عقد ده حكم سابق ولا لجنة الحكام فكروني انتو لعشان مظلمش حد لجنة الحكام انا معرفش اللي قال الكلام ده من لجنة الحكام ولا من اتحاد الكورة ولا حكم سابق انا مش فاكر والله فاكروني في الكومنتات بعد اذنكم في حد قال النتيجة اثرت على المباراة ومن غير ما هو يقول هل ضرب انا انا زمال كاوي عارف واحد اقول انت زي زمال كاوي انا حقاني يمينشي مال حقاني والله ما فيها ويوم ماطش قالوا زمالك يوم اخطي بتاع السبر المصر بتاع ضرب الجزاء na everyone i am sorry يوم الزمالك والبنك اهلي طلعت وقلت الزمالك ضربة الجزاء الاخرية دي مش ضرب الجزاء ووجد ايو حق ياخدها والبنك الاهلي لي ضرب الجزاء اللي هي بتاعة عواد لي مش ضرب الجزاء للبنك اهلي بم يقعد الله وقلت ان الزمالك كان لي ضرب الجزاء بتاعة حسيم عبد المجيزة وفروك كان ياخدها وقلت ان الحكم طرد طرق مصطفى يعني كان مطش كان كارسة. فضربة الجزائر والزمالك ومكانش خدا في الاخر دي كانت النتيجة هتبقى اتنين اتنين وتعادل. اذا الجون اللي دخل وبدأ بدربة الجزائر اثر على تكتير مباراة. يبقى يجب اعادة المباراة. يبقى تبقى للليحة. انا بقول لك اهو. يجب اعادة مباراة الاهلي يا دي نيلة. يجب اعادة مباراة الزمالك والبنك الاهلي. المطش بأثر عليك جدا. بتاع الاهلي والزمالك تصبر على مصري وضربة الجزائر كمانا بجد. والله بتجي في بالي كل شوية. ولما شوف فيديو يا بدايق معلينة. لا الفيديو اللي كارسة وبدايقني جدا فيديو لما بشوف افشة جابة القضية ممكن في نهاية القرن. ده الفيديو ده بجد اللي معلق معايت عليه. يعني انا مطش ستة واحد عبيبه وبشيرو بوجون ده ولا فارق معايا. مطش وعدة. مش ببطولة عادي مطش في الدولة. لكن مطش نهاية القرن ده انا معلش اخذتك بحيط تانية بس بجد المطش ده. وهي عملا ايه دلوقت على انت الفيديو اللي بيجي على بيجي فيديو قدامي عمر ديب بيغني وهي عملا ايه دلوقت وبناول على الوقت وقفش بيجيب الجول. فبقابة بتاع نهاية القرن. بنا سامحة كافش. بس فالمفروض طبقا للليحة مباراة زمالك والبنك الاهلي تقعد قولا واحدة. قولا واحدة. اكيد مش هيعدوها. انا اكيد اتحدى الكرة مش هيعدة. هيخاف. انا بقول لك قوة هيخاف هياخد قرار زيتها. بس بما يرضي لا تتعد. شعار بطل القرارات التلاتة. الاهلي بعت للفيفا عايز يكتب على التيشرت بتاعه. بطل القرارات التلاتة. لسه الفيفا ما جابتش موافقة. ولكن في اه بعض التقارير او بعض الرؤى اللي هو عايز اقول لك اسمها ايه. اقف انت المعطيات اللي موجودة في الساحة الرياضية. او الكلام اللي بيقال والمصادر والكلام ده كله بتقول ان الفيفا هيوافق على الموضوع ده ما عندوش مشكلة. ان الاهلي يكتب اه بطل القرارات التلاتة. على التيشرت بتاعه اللي هيمثل اللي هيلعب بيه في كاس عامل اندية. في كلام انه ممكن كما يلعب بيه في كاس التحدي اللي هو في الانتركنتنينتل. وفي كلام انه ممكن يعبي في الدورة يبقى دي حاجة حاجة سابتة. بطل القرارات التلاتة. والفيفا بنسبة كبيرة جدا مش هيعطالب. لكن لسه برضو جماعة ما جاتش موافقة رسمية من الفيفا. هاني حتحوت اه محدث الاعلامي بتاع الزمالك طلع قال انه هو كل لما حد يطلع اتكلم على الزمالك يستضاف في البرامج. فطلع هاني حتحوت قال له لا اللعبة دي بتشتكي. وكلهم نفس الشكوى. طب اهلا بك يا علي يا ياسر. ولا اسم ياسر علي. المواجهة بتاع الزمالك اللي لسه متساب. طبعا يا جماعة الزمالك في سيستم غريب جدا في الصفقات وفي التعاقدات وفي سوق في الرواتب واللعبة اللي بتمشي وتفسق عقدها واللي ما بسيخش عقده اللي بيروح على ليه للانتقنات. دي حوار عايز حلقة كامنا نتكلم فيه انا ما اتكلم فيه بس حوار عايز حلقة كامنا نتكلم فيه لان السيستم بتاع التعاورات في الزمالك انا لو هتدله تقييم هتدله تقييم يعني سالب مية من 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 عشرة صعب جدا يعني. ما فيش اي احترافية. هو ما كنتش خناء قبل هاني حتحوطه من حدس العالم الزمالك بس مناوشات على على السوشيال ميديا. تسخي تعاقد بن شرقي خلاص يعني نادي الريان القطري ابلغ اخو بن شرقي رشيد بن شرقي انه هم عايزين يفسقوا التعاقد مع بن شرقي لانه يعني الراجل ابدأ ده سايق جدا جدا وهم مش قادرين انهم يكملوا معايا وغالبا يفسقوا التعاقد بتاعه قبل الشتاء او بالكتير او في نطرات شتوية يعني ابلغه اخو يعني. في كلام من الزمالك يجيبه معرفش الزمالك بنهري تاني في بن شرقي ما خلاص يا جماعة كان حوار وعدة يعني ده ده كان الاكس بتاعنا خلاص هنرجع نجيبه خلاص كان لازم اي حد سابنا نجيبه يعني بن شرقي ده اكس الزمالك كل حد سابنا نجيبه وخلاص يا جدعان بقى مش فيلم هو ما روح بقى اجيب ساسي واجيب طريق حامد واجيب اقلاص يا جدعان مواجب زمالك يا طلب الرحيل حسام اشرف مواجب الزمالك مستق جدا ومتدايق جدا انه بعد ما كان احد هدفين الدوري رجع الزمالك ان اواخد وعد من هو العم بيلعبش ومسكورة فالرجل متدايق جدا 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 بيحاولوا يكلموه بيحاولوا يفهموه بيحاولوا اعقلوه تلات جمل او تلات كلمات فيهم نفس الوزن والقافية ولكن هو متدايق فهو بيشوف لو مش هيلعبوه على الاقل لتقدير يطلع اعارة في الشتاء او يتم بيعه يعني كان معكم سوريا خامر وعط في قناة صفحة صاحب الكرة شوفي ان شاء الله في فيديو جديد سلام عليكم